اهلا بكم ادى الغزو الامريكي للعراق في العام 2003 والذي تحل ذكراه العشرون هذه الايام الى انهيار الدولة العراقية فتحول العراق الى ساحة للتدخلات الخارجية وهيمنة كاملة لايران وميليشياتها الطائفية وفشل الاحتلال في ارساء نظام ديمقراطي كما وعد في ظل هيمنة قوى الفساد على مفاصل الدولة العراقية وتقول مجلة نيوزيك الامريكية ان الفوضى والعنف الذي خلفه غزو العراق لا تزال اثاره قائمة ومستمرة رغم مرور عقدين من الزمان وان الولايات المتحدة الامريكية اسست نظام حكم سياسي فاشل في العراق الجديد اما رئيسة بعثة يونامي في العراق جيني بلاس خارج فقد اكدت ان النظام السياسي الحالي في العراق لا يمكن له ان يستمر بهذا المسار الغزول امريكي للعراق في ذكراه العشرين وفشل النموذج السياسي في الحكم والذي اسسه الاحتلال هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية ما مغزى احاديث المسؤولين الامريكيين عن خطأ وكارثية قرار احتلال العراق بعد عشرين عاما على هذا الغزو ولماذا فشل النموذج الامريكي في اقامة ديمقراطية حقيقية في العراق رغم كل الدعم الذي حظي به هذا النموذج المشوه وهل ما زال ثمت امل في قدرة النظام السياسي على بناء دولة قوية في العراق والتعافي من امراضه المزمنة كالطائفية والفساد وغيرها وهل سيصمد هذا النظام السياسي الطائفي في ظل امراضه المزمنة وحالة الصخط الشعبي المتصاعدة ضده والمطالبة بانهائه طيفات طاولة رافع الفلاح قحطار الخفاجي عشرون عاما كانت كافية ليدرك العالم حجم الكارثة التي حلت بالمنطقة فضلا عن العراق انسانيا واجتماعيا وامنيا واقتصاديا وحضاريا كذلك منذ ان غزت امريكا البلاد رسمة مشروع الفوضى الخلاقة الذي كانت ايران اداته التنفيذي الكبرى سردية المأساة التي حلت بالعراقيين على مدى عشرين عاما لم تعد تخفى على احد ليعادى استعراضها بارقام الضحايا وحجم الفدائح والانتهاكات والخسائر المادية لكن ما هو مهم السؤال المؤلم الى اين وصل العراق بعد هذه الرحلة المأسوية ومتى تنتهي هذه المحنة يقف المجتمع الدولي اليوم عاجزا او ما زال متعاجزا عن احتواء الازمة التي اجداحت المنطقة منذ تم العبث بالامن القومي للعراق وجعله ساحة مفتوحة للاضطرابات الاقليمية بينما الشعب العراقي باسره ما يزال يدفع الفاتورة الباهظة من حاضره ومستقبل شبابه الذين ولدوا في ظروف الغزو ووصلوا الى مرحلة الشباب محملين بذكريات الموت والخطف والتهجير والتنكيل من قبل ميليشيات كانت مفرزات الغزو الامريكي الكارثية علاوة على عملية سياسية تفتقر الى ادنى درجات ادارة البلاد فضلا عن سعي احزابها الى النهب والسلب وتحقيق المصالح الشخصية والصراعات الداخلية حتى وصلت الى مرحلة احرجت داعميها ولا ادل على ذلك من الخلاصة التي وصلت اليها المبعوثة الاممية جينين بلاس خارت ومفادها ان العملية السياسية لا يمكن اصلاحها او الاعتماد عليها لبناء اي مشروع سياسي بعد عشرين عاما لا توجد الى الان نية دولية جدية لايجاد حل جذري ينقذ العراق من دوامة الفوضى بيد ان هناك حلولا شعبية بل ورتها الاحتجاجات المتلاحقة حتى شكلت ثورة ذات وعي عميق لطبيعة المرحلة وظروفها ورأى شبابها الثائر انه لا بديل عن اجتثاث العملية السياسية من جذورها وبناء نظام وطني يكون قادرا على طي هذه الصفحة السوداء من عمر العراقيين اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث الحلقة في الذكرى العشرين للغزو الامريكي للعراق وفشر النموذج السياسي الذي ارساه وصممه الاحتلال الامريكي في العراق بعد عشرين عاما على هذا الغزو ضيفات طاولة دكتور رافا الفلاحي الكاتب والباحث السياسي وسيكون معنا عبر سكايب الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ علوم السياسي اهلا وسهلا بالضيوف الكرام حياكم الله حياكم الله دكتور ظهرت في الذكرى العشرين لاحتلال العراق أحاديث كثيرة من مسؤولين أمريكيين حتى الذين تصدروا المشهد وقادوا الغزو فيه حينها بريمر وغير بريمر تتحدث عن خطأ هذا القرار أو أخطاء أخرى بعد وقوع الغزو كارثية هذا القرار غزو العراق كما أثر على العراق أيضا كانت له تداعيات خطيرة حتى على الولايات المتحدة الأمريكية على سمعتها على مكانتها مغزى هذه الأحاديث الجديدة والمختلفة فيما يتعلق بغزو العراق بسم الله الرحمن الرحيم وحييك أستاذ ماجد وحيي ضيفك الكريم الحقيقة هذه ظاهرة ترصد قضية أن وسائل الإعلام وحتى المنابر السياسية الغربية والعالمية تحدثت في الذكرى العشرين حديثا مختلفا الحقيقة ربما فيه بعض الجوانب من الحقيقة يعني بعض جوانب كشف أوراق الحقيقة وكان مستغرب أن تتحدثون البعض كانوا يعتقدون أن هذا شيء مستغرب أن تتحدث هذه الوسائل لكن واقع الحال يؤكد أنه خلال عشرين سنة كانوا يحاولون إخفاء حقيقة هذا المشروع المنهار من البداية كانوا يحاولون التضليل كانوا يحاولون سحبوا هذا النموذج إلى الظلمة ترك العالم لا يتحدث عنه لكن بعد عشرين سنة هذا النموذج الذي صنعوه منذ عام 2003 في الاحتلال لحد اليوم أثبت أنه نموذج من أسوأ ما يمكن وكان مثل ما تقول جريد التايم الأمريكية كان واحد من أسوأ قرارات استراتيجية للسياسة الأمريكية عبر التاريخ وهذا واقع الحال يعني أقصد يقصدون الاحتلال والنموذج الذي صنعه الاحتلال خلال العشرين سنة كان نموذج سيء وكارثي على العراقين وعلى المنطقة وشكله لا يمكن إخفاءه لا يمكن الادعاء أنه حكومة ديمقراطية معرف منه انتخابات كلها كذبة كبيرة بدأت بكذبة كذبة البحث عن أسلحة دمار شامل وغيرها وانتهت بهذا النموذج الذي دمر العراق ودمر المنطقة وشاع الفوضى في كل المنطقة وانتقلت هذه الانهيارات التي حصلت في العراق إلى مناطق أخرى وفقدت حتى أمريكا هيبتها جزء من هيبتها الكبيرة في العالم بعد ما وعدت العالم بأنها ستصنع نموذجا يحتذي به الآخرين كل الدول تحتذي بهذا النموذج وتعتبره نموذج ديمقراطي وتطبق وتريد مثله لكن واقع الحال اللي كل القوى المناهضة للاحتلال الأمريكي للعراق وأولها هيئة علماء المسلمين في العراق أكدت من أول لحظة قالت أن هذا النموذج نموذج كارثي نموذج مخرب لا يمكن الاحتلال أن يصع تجربة جيدة وهذا واقع الحال بعد عشرين سنة أثبت الواقع هذا الكلام هو الصحيح العراق خسر أكثر من مليون ونص مواطن من أبناءه ثرواته كلها بددت جاءوا بعصابات لتحكم العراق النموذج من خراب إلى خراب لم يتطور العراق شيئا بل تراجع كثيرا والناس واحدة من المفارقات الكبيرة الناس تنظر إلى القلف تنظر إلى الماضي وتتحصر على الماضي كل دول العالم كل مواطنين كل الشعوب تتطلع إلى الأمام وتنظر إلى تجربتها إلى المستقبل وترى المستقبل بيعون مفتوحة إلا في العراق أهل العراق ينظرون إلى الخلف ويتحصرون على الماضي لأن الحاضر سيء درجة سوء لا يمكن احتمالها طائفية ودمار وخراب وفساد وتفرق وهجرة وتهجير ونزوع فاتورة ثقيلة دكتور قحطان مساء الخير ورمضان كريم مساء الخيرات والبركة رمضان كريم عليك وعلى الجميع دكتور أليست مفارقة غريبة أن رعاة هذا المشروع الذين صمموا هذا المشروع المشروع طبعا العملية السياسية في العراق الذي بني طبعا أو خرج من رحم الغزو الأمريكي الآن بعد عقدين من الزمن يتحدثون بلغة تبريرية تنصلية اعتذارية ربما بلير اعتذر عن هذا الخطأ الكارثي بدل التباهي والتفاخر بهذا النموذج وبدل الحديث عن تطور هذا النموذج ارتقاء هذا النموذج في الحكم بدل أن يكون هذا النموذج مغريا للآخرين لاستيراده أو استنساخه وكرت رحبك أخي العزيز حقيقة النموذج العراقي ووضع العراقي الذي حصل فيه تين وثلاثة هو غريب وليس غريب غريب بالتأكيد من حيث مدخلاته ومخرجاته والأكاذيبة التي لم لفت تاريخ في الوجود وسميت الآن بالكذبة الشنيعة والكذبة الكبرى وكذبة القرن ومسميات لعقة تأتي ولكن غير الغريب فيه في رأيه الشخصي أن المحتل الغازي لم يكن قد أخفى حقيقة قدومه للعراق فقد قال بوش بصورة واضحة حيوا معي جند الرب لإقامة مملكة الرب وقالت رئيس الوزراء في حينها وبعدها الفوضى الخلاقة هو عنوان العمل في العراق وقالت آخرين أن التضحيات العراقية بكثرها بأطفالها بنسائها بسيط جزء بسيط أمام الرغبة البريطانية لترتيبها في المنطقة إذن هم أرادوا في أساس الحالة أن يدفعوا العراق لأن يكون ضحية لآليات وليأفكار هم في نفسهم موجودة أرادوا أن يسوقها بصيغة أخرى هي صيغة الديمقراطية التي انطلت على كثير من الناس والحروب الصليبية أيضا لا ننسى كيف قالها ثم قال زلت بسال إذن نحن أمام حالة غريبة وليس غريبة غريبة أن يغافق العالم على الكذبة ويشترك العالم بدأت من العراق والآن العالم رغم قناعة أن الذي حصل في العراق هي جريمة ولكن يميح الرك ساكن اتجاه أقل تقدير التعويض العراق عما حصل فيه وليس في قصري محاسبة الجاني أو الذي كذب أو الذي افتر إذن نحن أمام حالة الذي هنا في داخل العراق هناك من يقول أن هذه اللغة التبريرية أو الاعتدارية أو التنصلية أو التذرع بأنه عفوا قد هؤلاء المسؤولين قد ظللوا في معلومات مغلوطة لاتخاذ قرار الغزو هناك من يحسبها أنها فضيلة للذين يعني اتخذوا هذا القرار وقد تكون هي البداية للمحاسبة يعني القانونية والأخلاقية أنا لا أقول ذلك نهائيا ولا لديهم ذرة عقل أو ذرة إنسانية لأنهم يدركون جيدا أن ما قالوه كذبا والعراق لا يمتلك لاسلحة الغمر الشامل يدرون يدركون جيدا ولا له علاقة في قاعدة أو أحداث الإجرام في المنطقة وغيرها ولم يضمر شيئا ضد جيرانه بما يكون دال على الضمور الذاتي للسيء بقدر ما هو رد فعل ورد فعل معقول كلها يدركون أن العراق هذه حقيقته ولكن الآن بعدما أدرك العالم نقطة أساسيتين أولا حقيقة الكذب الذي كشفوه وسوء ما أداروا وما أوصلوا العراق إليه والمنطقة لذلك هم يحلوا أن يبرروا وليس لأن يعتذروا ودلع ذلك أنه لم نسمع اعتذارا من الجهة المعينة ذهبوا باتجاه التضليم وحتى لو كان هناك تضليم لصحة القرار عليك أن تكشف الذي ظل لك يصنع القرار في هذا الموضوع إذن هي عملية حيلة مضافة أخرى يحاولون التملص منها ولكن في رأي الشخص أولا لعنة الله لن يكون بعيدا عنها لعنة التاريخ لن يكون بعيدا عنها ولكن أيضا أقول بإذن الله ستغير الأمور دوليا وأكليميا وقد يذهب إن شاء الله باتجاه محاكمتهم عندما يكون هناك الظرف الدولي ملائم لذلك نرى الآن اللي نظر في الدولي سيء بحيث يحاكم بوتي على دخوله لدولة ما بغضر مضافة أعرائنا بها ولكن لا يحاكم شخص أجرم بحق الشعب وأمه والعالم أجمع عندما كذب عليهم في هذا الحجر إذن تبقى المقاييس من الدولي جاء الآن لذلك يحاولون التملص ولكن لن يتملصه بإذن الله نعم دكتور رفع هذه الديمقراطية التي جاءت بعد عام 2003 أريد لها أن يكون النظاما ديمقراطيا في منطقة محتشدة بالديكتاتوريات العراق أصبح يعني هكذا كانت تقول إدارة المحافظين جدد منطلق لتعميم هذه التجربة في المنطقة حشد لها 200 ألف جندي عسكري أمريكي وغير يعني غير أمريكي واستمر هذا الدعم على مدى العشرين سنة لكن الحقيقة بموازات كل هذا الدعم والحشد غير المنقطع النظير كان هناك فشلا منقطع النظير أيضا بعد عشرين سنة لماذا فشل النموذج نموذج الديمقراطي بين قوسين في العراق أستاذ ماجد يعني عندما تقرأ الآن بعد عشرين سنة عندما تنظر إلى الصورة تنظر إلى هذا المشهد الذي الذي صنعه منذ عام 2003 إلى حد الآن ستجد حالات غريبة وطبيعية غريبة في أنه يعني ما قيله عن عراق متطور ومزدهر وعراق جديد لم يتحقق نعم وهذه كلها كذبات حاولوا أن يضللوا بها على واقع الحال أي احتلال في الدنيا عندما يأتي لا يمكن أن يصنع تجربة وهذه مسلمة أن يصنع تجربة جيدة ما هو مستحيل لا يمكن وهذا وهذا ما يعني تحدثت عنه بالإجابة الأولى عن القوى المناهضة التي قالت هذا من البداية وعلى هيئة علماء المسلمين فبالتالي أنت أمام حالة تسأل نفسك هل أمريكا أرادت أن يصل العراق إلى هذا المستوى أم أرادت عندما جاءت وحتلت العراق بناء العراق وصناعة نموذج مزدهر نموذج في المنطقة نموذج راقي يصنع وينتج وديمقراطي ومرفه بالنتيجة أنت تصل إلى واقع حال بعد عشرين سنة وواقع الحال من أول لحظة أنت تعرفه تعرف أن أمريكا لم تأتي لكي تصنع تجربة حقيقية أمريكا جاءت لتدمر العراق هذا واقع الحال وجاءت لتنفذ أمريكا تتحمل أن تعبر بجنودها وعتادها ثلاثمائة وخمسين أربعمائة ألف جندي وكل هذه المعدات تعبر الأطلسي وتأتي بهم الاحتلال العراق بلد بعيد يبعد عن أمريكا عشرات الآلاف من الكيلومترات ما الذي يجعل أمريكا بهذا الشيء لزاحة ديكتاتورية ديكتاتورية تملأ الدنيا أسلحة دمار شامل أسلحة دمار الشامل حوالينا وحولنا وفي كل مكان كذبة كبيرة هذه كذبة كبيرة إذن هم جاءوا ولو كانوا يريدوني بناء دولة أنت تسأل نفسك هل يمكن لمن يريد أن يبني أن يهدم كل شيء أن تهدم المؤسسات وتهدم كل البناء التحتية لكي تبني من جديد هذه قضية غير منطقية يعني على الأقل أنت تضع ما موجود وتبني على ما موجود وتعدل فيه الحقيقة المدافعون عن الولايات المتحدة يقولون الحقيقة أن الفشل لهذا النموذج الحقيقة كان السبب أن الولايات المتحدة لم تعتمد على قوى مؤهلة وقوى نزيهة وقوى متمرسة والسبب الرئيسي في هذا الفشل ليس أمريكا بل هذه القوى لم تكن مؤهلة لاستلام حكم العراق وقد جنت على نفسها وجنت على النموذر أمريك هذا بالعكس يدين أمريكا ولا يعطيه لأنه من اختار هؤلاء يعني أنت تسأل نفسك ونحن نسأل كل العراقيين كنا نسأل نفسنا من أين جاءوا بهذه النماذج يعني هذه النماذج المجتمع العراقي اللي لا يعرفها يعني أدوم شراها بالفساد من قطعة النظير أدوم شراها بالانتقام والقتل والسفق واللا مبالات وعدهم عدم الانتماء إلى العراق بشكل غريب عجيب لا ينتمون إلى العراق يعني من أين جاءوا هؤلاء من اختارهم عندما تنظر إلى مؤتمر لندن عام 2032 ومؤتمر صلاح الدين وما أعرف منه ومؤتمر نيون ستجد أن هذه النماذج هي أمريكا من اختارتهم وكانت تملي عليهم ما تريد هي وبريطانيا وتعرفهم شخصا شخصا وتعرف كل مكون تعرفهم واحد واحد وتعرف ماذا سيفعلون ووضعت لهم نظام وإطار للحكم يساعدهم على أظهار ما فيهم من سيئات أظهار الفساد وأظهار القراب والطائفية وكل هذه وتتحدث عن ديمقراطية هي تعرف من البداية أن هذه الأحزاب التي جاءت بها هي أحزاب طائفية كيف يمكن للطائفية والديمقراطية أن تستويان على سطح واحد أمريكا تعرف تعرف هذا الموضوع تعرف لا ديمقراطية ولا حرية ولا بناء الآن عندما يتحدث بريمر الآن يقول أنه أخطأت في حل الجيش العراقي في قانون اجتثاث البعث كذبة كبيرة هذه تبرير حقيقة يحاول أن يبرر لا أن يعتذر عن القضية مثل ما قال الدكتور قحطان هذا وقع الحال هم يعرفون يعرفون أن هذه القوى ستوغل في دماء العراقيين لديها ميليشيات هو من أسس الميليشيات ما هم الأمريكان رعوا الميليشيات وأسسوها ومساعدة إيرانية هذا واقع الحال وبالتالي هم يعرفون هذه العصابات ستؤدي إلى قراب العراق وتركوا كل الأموال مفتوحة أمامهم لكي يسرقوها ويسرقوا معهم الأمريكان ليش ما يعني ما سرقوا هذه أموال العراق ليش بس هؤلاء اللي موجودين الحكمة وتسرقوا الأمريكان أيضا سرقوا سرقوا ما يعادلها وأكثر وحفزوهم على السرقة وكانوا يحفزون حتى الحرامية في بداية الاحتلال كانوا يفتحون المخازن ويدعون الناس إلى الدخول حتى المتحف العراقي هم فتحوا أبوابه ودعوا الناس إلى الدخول وكانت الدبابات قريبة من المتحف اللي يدخلوا لا يمكن لبلد لا يمكن لخطة لبناء شيء نموذج أو صناعة شيء نموذج أن تأتي وتجرف كل شيء لكي تبني من جديد أنت تبني على ما موجود ما هو نعم في ما موجود هناك سيء وهناك جيد لابد وهناك تجارب جيدة وهناك تجارب سيئة السيئة ممكن أن تعدلها ممكن أن تزيلها لكن التجارب الجيدة تبني عليها الذي حدث أن الكل اجتث كل ما لدى العراقيين تم اجتثاثه من تعليم من ثقافة من مجتمع كل شيء صناعة زراعة كل شيء تسليح جيش أمن كل شيء وبالتالي وقالوا سنبني عراقا جديدا هذا النموذج هو المطلوب لذلك كان الحديث عن أنه أمريكا خطأت هنا وما أعرف شو سوت في السياسة هذه غير غير صحيحة دكتور قحطان الحقيقة أيضا أنصار النظام الموجود الآن في العراق يقول يعترفون أن هذا النظام فيه الكثير من النواقص والسلبيات وتعتريه شوائب كثيرة لكنه في النهاية هو يعني نموذج ديمقراطي فيه من الديمقراطية الشكلية شيء وفيها أيضا من المحتوى الديمقراطي شيء وليس أمامنا من خيار سوى أن نصبر عليه وهو يمضي بوتيرة تطورية وإن كانت يعني بطيئة أو قليلة هذا النموذج يجب أن نصبر عليه وهو خيارنا وقدرنا ليس هذا من الصح شيء بالمرة هذه كذوبة بالتأكيد مضافة إلى كاذيب السابقة النظام السياسي أو العملية السياسية التي بناها أو أسسها برايمار ونوح فريدمان إذا ما اتبعناها نراها مرتبطة في أجندات عميقة أساسية للقوة المناهضة للعراق والأمة العربية والإسلامية تحسين مثال الحصر موضوع الترتيبة الثلاثية في العملية السنية السياسية مجموعة السنة مجموعة الشيعة مجموعة الأكراد أعادنا الله من هذه المستمعات المثابية نعود بها الخلف نراها تطبيق عملي إلى الخطوط العرض التي كانت موجودة 36 و 32 أيام من حضر الطيران الجوية أيام من عصاب وإذا ما عدنا بها إلى وقت آخر نراها هي نفس الترتيبة التي دعا لها بن قريون عام 1950 وتبنى هذه الفكرة جيش الدفاع الصيوني عام 58 بتقسيم المنطقة والعراق بالتحديد لثلاث دولات سنية شيعية كردية إذن هذه الترتيبة هي ترتيبة مدرك أساسي في التذكير الصيوني والأنجلسكسوني وهذه المجامع نفذت هذه الآلية وجاءت بما أراد المحتل أكثر مما أراد ذاتها والدليل على ذلك إذا ما ذهبنا إلى النتائج الضيقة للمجاميع الضيقة حصرا لم نجد شيئا إيجابيا للمناطق ما يسمى بين قوسين الشيعية إيجابيا ولا نجد في المنطقة السنية إيجابيا بل هناك تناحرات وتخندقات وفصائل متناحرة متقاتلة في أي لحظة تشب بينهم القتال وحتى المجموعة الكردية نرى الخلافات كبيرة ما بين جماعة طلباني وجماعة برزاني لدرجة أن برزاني لا يستطع أن يعطي أمر واحد إلى جندي بيشمرقة في سليمانيا وكذلك هو حل قوضات لا يعطي أمر إلى جندي بيشمرقة واحد في دهوك أو في أربيل إذن نحن أمام آلية خاطئة المجموعة الآن ليس لا يمثلوا أنفسهم ولا لديهم أجندة أقصد عراقيين هم الذين جاءوا من أجل أجندة خارجية إيرانية صهيونية أمريكية هذه الثلاث دول تريد عراح على ما هو عليه الحال ولا يجد هناك من يقوم بها المهمة إلا هؤلاء لذلك يقولون أصبروا علينا على أننا صحيح ماذا يصححوا وبينهم هكذا من الفساد التسريبات التي ظهرت للعلن كانت سيئة جدا هذه التسريبات السيئة جدا ليست جاءت من طراغ بل جاءت من نتيجة أي تسريبات دكتور التسريبات الإعلانية والتسريبات التي فيها الند والند الآخر فيها الإساءة لبعضهم ضمن الخندق الواحد إذن كل هذا يدل على ثم الشيء الأساسي أن تريليون ونصف تريليون دولار تم تبديده خلال السنوات الماضية لم يكن في العراق لا زراعة ولا صناعة ولا زراعة الآن بفضل هذه عملية سياسية ماذا ننتظر من فاسد فاسق مرتبط بقوة خارجية متقاطع مع ذاته ومع مجتمعه ومع الدنيا كلها إذن الصبر عليهم هو انتحار آخر وهو ذهاب إلى حيث يريد يريد الخصم يريد الخصم وليس حيث النجاج نعم دكتور أيضا يعني هناك من يتحدث أنه النظام لم يصل إلى مرحلة الموات وهذه قضية شيطنت وأبلست بالكامل غير مقبولة لا زال هناك أمل أن النظام سيبني دولة يعني حقيقية وقوية في العراق وهو في طريقة للتعافي من أمراض كالطائفية الطائفية الآن ليست كما كانت الفساد أيضا هناك إجراءات مع حكومة السوداني لمكافحة الفساد لا زال أمل في هذا النظام أنه يبني دولة يعني قوية نوعا ما أبدا هذا مستحيل يعني هذا مساحب المستحيلات لأنه التركيبة تركيبة الحكوم وليطار الحاكم لم يأتي للبناء أو يعني ما صمم للبناء وهؤلاء الذين جاءوا لحكم العراق هؤلاء كلهم فاسدين وكلهم مقربين وجاءوا لهذا الغرض يعني جاءوا للنهب لم يأتوا ولديهم نزاهة لم يأتوا ولديهم مشروع للبناء لتقويم أبدا جاءوا لغرض السريقة والنهب وكل واحد منهم يسعى لأن يصعد على الكرسي ويجلس على الكرسي الحكوم من أجل أن يزيد ثروتهم من أجل أن يزيد قدرتها على النهب قدرتها على الاستيلاء هذا واقع الحال وعشرين سنة كانت واضحة جدا قل لي أي جهة منهم الآن هم يعني مفتوحة أمامهم كل المنابر ليقولوا لنا جهة واحدة هم يرشحون يقولون هذه الجهة كانت نزيهة في التعامل مع العراقين لا توجد أي جهة لا جهة دينية ولا سياسية ولا اجتماعية ولا أمنية ولا عسكرية ولا حزبية كانت أمينة في أموال العراقين وفي دماء العراقين وفي أعراضهم وفي أراضهم وفي سيادتهم أبدا هذا واقع الحال وبالتالي التبريرات من البداية هم كان يعرفون لذلك عندما تعود إلى البدايات وتجد أنه كل هذه القوى التي أرادت أن تجعل من يوم احتلال بغداد يوم تسعة نيسان الفين وثلاثة أرادت أن تجعل منه عيدا وطنيا لولا ضغوطات معينة ولولا خوفهم من الشعب ربما لمضوا في هذا الطريق ويتحدثون في هذا وكانوا يسمون جيش الاحتلال جيش تحرير يسمونه واليوم يقولوا أنهم مقاومة وهم طردوا الاحتلال نعم مع أنه حتى الذين شاركوا في هذا أقرأ لي واحد من أهم المحللين البريطانيين العسكريين هستينغز يقول أنه يعني تذكر أسباب الحرب أو المبررات التي قيلت للحرب تشكل رذيلة ثقافية غربية يعني ترسخ الرذيلة الثقافية الغربية عندما نتذكر المبررات التي سقناها للحرب مبررات سقيفة لا توجد يعني قاد القوات الأمريكية المركزية السابق فوتيل عندما يقول أنه بوش قال لنا بوش الصغير قال لنا أنتوا رايحين لأنه حتى نمنع العراق نمنع صدام حسين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل وورا أيام احنا اكتشفنا أنه أسلحة الدمار الشامل ما موجودة وكانت فرقة تفتيش تعرف هذا الموضوع هذا يجعلنا نخجل من واقع الحال هذا وقع الحال هو وهذا كل دول الذين يحكمون العراق يعرفونه لكن انظر برقياتهم انظر عندما استذكروا العشرين سنة ماذا كتبوا يتحدثون عن ديمقراطية وتحدثون أنه كل اللي صار زيان العراق خسر 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 نفسه العراق خسر دولة كاملة أنت هناك هناك فرق أن تقف ضد نظام أن تقف ضد وطن هؤلاء يقفون ضد وطن مو لس مو ضد نظام أن تقف ضد نظام غير مبرر لك أن تتعاون مع الأجنبي وتكون عميل له وتأتي مع جيشه لاحتلال أرضك لا يمكن أن تقف ضد نظام غير شكل وأن تقف ضد بلد أن تقف ضد وطنك هؤلاء يقفون ضد وطنهم ذلك يفسدونه يخربون ذلك لا أمل لا أمل الحقيقة أين هي التجربة التي يمكن أن يبنوا عليها لبناء بلد مستحيل البلد الآن متغولة بإيران متغول بكل القوى العالمية وكل القوى الأقليمية لديها ساحل الصراعات في العراق والعراق مشعل للآخرين نعم طبعا كنا قد سألنا الأستاذ العلاقات الدولية دكتور أدموند غريب المقيم في واشنطن عن دوافع الغزو وأيضا فشل نموذج الحكم الذي أرسته أو صممته إدارة المحافظين الجدد وكان هذا جوابه لا أعلم إذا كانت الخطة تعلن هي بالضبط أنها ستؤدي إلى ما نراه أو رأيناه في العراق خلال السنوات التي تلت الحرب ولكن من الواضح أن الإدارة الأمريكية كان لديها أهدافها هذه الأهداف فعلا كانت شملت الكثير من الأمور التي أدت إلى الوضع الذي نراه الآن في العراق والذي رأيناه خلال السنوات الأخيرة هنا يجب أن ننظر إلى ما كانت ما هي الأهداف المعلنة الأمريكية المعلنة الأهداف الأمريكية المعلنة كانت أن الولايات المتحدة تريد تخليص العراق وتحرير العراقيين من نظام فاسد وديكتاتوري وهو أن الولايات المتحدة تريد إقامة نظام ديمقراطي في العراق وأن الولايات المتحدة تريد أن تقضي وتدمر أسلحة الدمار الشامل الموجودة في العراق وبرنامج أسلحة هذه الأسلحة بعمل صنع هذه الأسلحة أيضا الإدارة الأمريكية أرادت أيضا من بين أهدافها في ذلك الوقت هو إرسال رسالة بأنها هي القوة العظمى في العالم الوحيدة وأنها تستطيع أن تعمل ما تريده بغض النظر إذا كان هناك دعم من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن أو بدونه وبالتالي أيضا أرادت توسيع النفوذ وأرادت أن تكون الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة الإقليمية في المنطقة بالإضافة إلى كونها القوة الإقليمية وأرادت أن تسيطر على الثروات والموارد العراقية هذه كانت من بين الأهداف المعلنة والحقيقية طبعا نعلم اليوم وعلمنا قبل ذلك أنا كنت تحدث في خريف 2002 إلى مجموعة من الأساتذة الأمريكيين الذين يدرسوا الشرق الأوسط في الولايات المتحدة كان هناك مؤتمر وطلبوا مني التحدث عن العراق بالإضافة إلى عدد آخر تحدثوا عن مرات أخرى في المنطقة وتحدثت بأن من بين الأمور التي سئلت عنها موضوع أسلحة الدمار الشامل قلت بأن وكالة طاقة النووية تأذف والذكرت والمفتشين وأيضا الوكاة لا تلاتي الاستخبارات المركزية حسب ما ذكرت مجلة نوزويك حصلت على معلومات من حسين كامل عندما ذهب إلى الأردن وأجرت معه الاستخبارات عدة وكالات استخبارات غربية مقابلات بأنه لا يوجد برنامج أسلحة الدمار الشامل في العراق فوقف أحد الأساتذة وقال لله ولكن نسمع بأن هناك وزير الدفاع قال لنا بأن هناك أسلحة الدمار شامل والرئيس بايدن يقول ذلك أيضا وقلت له ما الذي قاله وزير الدفاع لأنني كنت أعلم ما الذي يريد أن يقوله وما سمعت ما قاله وزير الدفاع قال نحن نعلم بأن أسلحة الدمار الشامل موجودة في العراق وهي في شمال بغداد وجنوب بغداد وشرق بغداد وغرب بغداد قلت له هذا السؤال وهذه الإجابة تظهر بأن هذه المعلومات غير حقيقية وقلت بأن لا أعتقد أننا كنا سنرى حرب في العراق لو كان العراق لديه أسلحة نووية وأسلحة أو أسلحة الدمار شامل بايولوجية أو كيميائية وبالتالي فأن هذه كانت من بين الأمور التي استخدمتها وكان هناك أيضا اتهامات للعراق طبعا هي كلها مفبركة بأن العراق على الرغم من المحاولات للحصول على أدلة ثبت بأنها غير صحيقة وهي أن العراق كان يدعم القاعدة وكان على علاقة مع القاعدة وله دور في أحداث 11 بالضبط ظهرت قبل الحرب وكان في ذلك الوقت مع بول الذي أصبح فيما بعد نائب وزير الدفاع وهو كان من اللاعبين البارزين في إدارة السياسة الأمريكية في إدارة بوش ومندعات للحرب قبل وبعد وصوله إلى السلطة وقال نحن نريد أن نجلب الديمقراطية للعراق على برنامج تلفزيوني في الولايات المتحدة من أبرز برامج تلفزيوني قلت له أن هذه المسألة الدول الأجنبية لا تستطيع أن تجلب الديمقراطية لبلد آخر الديمقراطية تحتاج إلى عقود لقي تنمو وتتطور وهذا القرار يعود إلى العراقيين وليس إلى فرضه من قبل الولايات المتحدة كان هناك الكثير من وكان وولفويتس الذي يعتقد بأن الحرب لن تكلف أكبر من ستين إلى مئة ربما مليار دولار لكن هذه الحرب كلفت حوالي ثلاثة تريليون إلى أربعة تريليون دولارات ولا يتزال الولايات المتحدة تدفع التمو المسألة الأخرى هي أنه كان هناك جهل وعجرفة في التعامل مع العراق تم تدمير المؤسسات للدولة العراقية الجيش العراقي تم تفكيكه أيضا كان هناك اجتفات البعث أيضا هذه كانت لها تداعياتها كان هناك جو أدى إلى مقتل عديد من العلماء والمحامين والمهندسين والضباط العراقيين الولايات المتحدة القوة التي جلبتها وسلمتها السلطة في العراق كانت لا تمثل العديد من العراقيين وأن كانت تمثل بعض منهم في نفس الوقت أيضا هذه نفقة الولايات المتحدة روح في الولايات القومية والدينية الطائفية والعرقية في العراق وهذه أدت إلى المزيد من التفكك في المجتمع العراقي كان حتى الرئيس بايدن يتحدث عن تقسيم العراق إلى ثلاث دول كما سألنا أيضا الباحثة في الشؤون السياسية العراقية المقيمة في واشنطن الأستاذ هبل فدعا بهذه المناسبة مناسبة العشرين عاما على غزو العراق وكانت هذه أيضا إجابتها تعقيبا على سؤالة بناء دولة عراقية قوية طبعا يأتمر على عدة عوامل أساسية ومهمة العراق لا يمتلكها الآن أصبح جليا وواضحا جدا أنه غزو الأمريكي للعراق والذي جاء بموافقة دولية وموافقة إقليمية المراد منه كان هو أن يكون العراق بهذا الوضع الهش بهذا الانقسام الذي نعيش الآن بهذه القوة العراق قوة العراق المتضعبعة لذلك الحملة الغزو الأمريكي للعراق لم يكن المراد منها إزاحة نظام العراق السابق ولم يكن مراد منها محاربة الأرهاب ولم يكن المراد منها جلب الحرية والديمقراطية للشعب العراقي كان المراد منها أن نصل إلى هذه الحال التي يعيشها العراق الآن أن يكون العراق مهشم أن يكون العراق ضعيف أن يكون العراق ساحة لتطبيق أجندات دول أقليمية ودول خارجية لذلك بناء دولة عراقية قوية يحتاج إلى من داخل العراق نحن قلناها سابقا وعيدها حاليا مصير العراق هو يقرر من خارج حدود العراق أيضا الطبق السياسي الحاكم الذي جاءت بعد سنة 2003 والتي ما زالت مستمرة لحد الآن حتى وأن تغيرت هذه الوجوهة السياسية وهذه الكتل وهذه الأحزاب تغيرت في وجوهة التي جاءت لكن قدمت من ينوب عنها في البرلمان وفي الحكم أيضا لذلك أصبحت هذه الوجوهة المتكررة والمتعاقبة في العملية السياسية تجذرت وتأصلت داخل الدولة العراقية وأدت بالنهاية إلى تقوية وتعزيز وجودها لأن كل جهة سياسية تعمل لحسابها وتعمل لأجنداتها الخاصة وتعمل لحساب الجهات التي ساندتها وجاءت بها لذلك العراق هو ليس دولة واحدة الآن هو دولة داخل دولة داخل دولة داخل دولة أخرى تجذرت هذه العملية العملية هي وجود كأنما دويلات صغيرة داخل الدولة العراقية أضف إلى هذا وذلك أيضا ما ذكرته حاليا بسؤالك الطائفية والفساد هذه الطائفية والفساد هو ليس وليد العهد في العراق هذه الطائفية والفساد أيضا تجذرت وأصبحت من الأساسيات التي موجودة في الدولة العراقية السرقات والفساد الطائفية اللي دائما يحاولون أن يقنعوها ويحاولون أن يزيفون وجودها هي موجودة هذه موجودة من سنة 2003 وما زالت مستمرة بل إنها أحد الأساسيات الرئيسية التي بنيت عليها ركاز الدولة العراقية الآن النقطة الأخيرة التي أود أن أثيرها وهي أنه يراد للعراق أن يكون في هذه الصورة الآن يراد للعراق أن يكون ناقص السيادة الآن لذلك الحديث عن إعادة تشكيل لدولة عراقية قوية أنا أؤمن أنه لا يمكن تطبيقه للآن ولا بالمستقبل القريب كل الدول أو كل المجتمع الأقليمي والمجتمع الدولي اتفق على أن يكون العراق بهذه الصورة ما جاء بعد غزو الاحتلال أو الاحتلال الأمريكي للعراق بعد 2003 ما سمعناه في وسائل السوشيال ميديا وكانت الهتافات أنه تم جلب الديمقراطية للعراق والعراق الآن يتبتأ بديمقراطية وهذا فعلاً ما تحاول كل الدول أن تبرره أن العراق الآن يعيش بديمقراطية لم يكن يعيشها مسبقاً ما جاء به الاحتلال هو لم يكن بديمقراطية هناك فرق كبير بين مفهوم الديمقراطية ومفهوم الحرية المطلقة الحرية بلا قيود ما أعطيه وما منحه للشارع العراقي بعد إزاحة النظام العراقي السابق وبعد انهيار العراق كدولة كمؤسسات للدولة ما أعطيه له وما منح له هو حرية مطلقة وكان قانون الغاب هو من يسيطر على الشارع العراقي هناك فرق ولغض كبير ما بين الديمقراطية وما بين هذه الحرية المفرطة حتى الدول التي تتمتع بديمقراطية وتتمتع شعوبها بديمقراطية هناك مقاييس ومعايير لهذه الديمقراطية بالنسبة للعراق أنا لا أؤمن أن العراق موجود فيه ديمقراطية نحن نتحدث عن هذا المفهوم هذا المفهوم أصلاً غير موجود حتى يكون ناقص أو غير ناقص الديمقراطية في العراق هي شعار مقنأ أو بمعنى أصح هو شعار مزيف خير دليل على ما أقوله الآن هو انتفاضة تشرين لسنة 2019 المتباهرين نزلوا إلى الشارع بشكل سلمي كانوا يطالبون بحقوقهم كانوا يطالبون بأبسط حقوق ممكن لأي مواطن يعيش في دولة مثل الدولة العراقية أن يتمتع بها لكن بماذا وجهوا هؤلاء المتباهرين بماذا تمصد هؤلاء المتباهرين بماذا تمقمع هؤلاء المتباهرين هل العراق يعيش بديمقراطية عن أي ديمقراطية نتحدث عن الديمقراطية التي تطارد الصحفيين وتطارد الناشطين وتطارد كل من يحاول أن يعلو صوته في سبيل الحصول على حقوق العراق وفي سبيل الحفاظ على سيادة العراق وفي سبيل الحفاظ على حماية المجتمع العراقية تمقمعه عن أي ديمقراطية نتحدث عن ديمقراطية دولة الميليشيات الدولة الهزيلة الضعيفة أمام الميليشيات فهنا نتكلم عن ديمقراطية ناقصة هنا نتكلم عن غياب لهذا المفهوم بشكل عام هذا المفهوم بشكل عام غائب أو مزيب حتى وإن تم ترديده بوسائل التواصل الاجتماعي أو بالسوشال ميديا لكنه مفهوم غير موجود دكتور قحطان بعد هذه الأحاديث الأمريكية والغربية وفي التحليلات وفي مقالات الصحف عن محاولة التنصل من هذا النموذج أن هذا النموذج الحقيقة لا يرجى منه خير وكما قالت بلاس خارت لا يجب أن يستمر وإذا استمر الحقيقة سيرتد بنتائج عكسية من بقي مؤمن بهذا النظام ويدافع عن هذا النظام وربما يعمل أيضا بإسناد إقليمي ودولي كما كان سابقا من من القوى؟ بدأنا أقول أن بلخص للأسف الشديد غير دقيقة في كلامها وغير صحيحة بالمرة إدراءة أمريكية أحد الأطراف الأساسية التي ما زالت ترغب في هذه العملية السياسية إيران ما زالت ترغب بل حريصة على هذه الآلية سيما ذلك الغلبة الواضحة لمجاميع تابعة لها والفصائل المسلحة المؤيدة لها كذلك بالتأكيد خلف كل هذه المجاميع الكيان الصهيوني أنا في رأيك متابع أرى أن أمريكا قد نالت ما تريده من العراق من ما حصل في العراق وهو سيطرة على النفط كما نصحها نيكسون في كتابة الفرصة السانعة وأيضا نجحت أمريكا أو حققت أمريكا خروج العراق من المعادلة الإنية الإقليمية سيما مع الكيان الصهيوني إذن ثلاثي التأثير في العراق إيران أمريكا الكيان الصهيوني يريدون بقاء الحال على ما هذه ولكن الأخطاء الموجودة والحالة السيئة في العراق تجبرهم على التظاهر بأنهم راغبين في التغيير إذا كانوا راغبين حقا في التغيير أي راغب أمريكا وإيران وكيان الصهيوني فما الذي يمنعهم من التغيير سيما وأنهم جاءوا بقوة غاشمة خارج الشرعية الدولية وخارج القانون الدولي عندما غزوا العراق أمريكا وأعوانها إذن هذه كلها أعثير هي الدعاءات تحاول أن تلطف ذاتها دفتور أشكرك ذكرت أن قضية إيران لا زالت مؤمنة بهذا المشروع تراهن عليه لها فائدة في هذا المشروع ومصلحة لكن في النهاية بإجماع كل المراقبين والكتاب وأنت منهم أن هذا الرهان على النظام السياسي رهان خاسر أن تضع كل أدواتك في هذه السلة أيضا هذه السلة مثقوبة الرهان على العملية السياسية كالذي يحرث في الماء مستعدة هذه الدول أنا أتمنى أن أفرق الآن بين الغائل الأساسي الهدف بين البقاء على العملية السياسية وبين البقاء على حالة التردي للعراق أنا أرى أن هذه العملية السياسية تضمن بقاء حالة التردي للعراق لذلك هم ليسوا حريصين على العملية السياسية بذاتها بتغييرها بتعديلها ببقائها بقدر حرصهم على بقاء العراق على حالة التردي الاستمرار في دعم هذه المجامع يعني استفحال القوة المناهضة للتغيير القوة الغربية الخارجية العفو تبقى بميليشياتها فعالة الفساد يبقى مستمر إمكانية ظهار قوة وطنية من الداخل العملية السياسية حالة مستحالة المتابعة الدقيقة المستمرة للثوار والمناهضين والأحراق مستمرة داخل العراق يجعل بقائهم على العملية السياسية ليضمنوا دمار العراق دكتور رافع قبل أيام تحدثت رئيسة البعثة الدولية بالعراق بلاس خارد قالت إن هذا النظام لن يستمر وإذا استمر بهذه الوضعية سيجلب نتائج عكسية على العراق هل مقدر هل تتوقع أن هذا النظام سيصمد مع كل هذه الأمراض ومنتهى إليه هذا النظام انتهى إلى الحائط تماما يعني بإجماع كون للمراقبين وهناك حالة من السخط الشعبي متصاعدة ومتنامية لاس خارد تقول لا يجب أن يستمر من المؤهل بجعله أن لا يستمر قوى خارجية أم قوى داخلية أستاذ ماجد أولا بلاس خارد كممثلة الأمين العام المتحدة كحال كل الممثلين الأمم المتحدة وكحال الأمم المتحدة أيضا نعم هي تريد يعني في كلامها هذا أن تحفز النظام الموجود لكي يحافظ على نفسه يعني مو تحفز الشعب للثورة ضد هذا النظام هي تقف مع النظام ضد الشعب تحفز النظام على سد الثغرات التي يمكن منها أن يتصرف منها الشعب ويسقط هذا النظام هذه واحدة من الأفكار التي تتجلى في ذهنه وفي كل تصرفات هذا واحد النقطة الثانية قابل للتحفيز هذا النظام قابل للتحفيز والمبادرة فعلا لسد هذه الثغرات والنواقص والسلبيات حتى يمضي هي تعتقد أنه هو قابل لكنه غير قابل لأنه هو مجغول بالسرقة والفساد والخراب والقتل وهذا ما سأتحدث عنه بعد قليل يعني بالنتيجة أنت هناك عملية سياسية كل مخرجاتها كل أفعالها كل السوء اللي بيها هذا له تطبيقات على أرض الواقع ليس في الفراغ ليس في مكان مجهول وهذه أرض الواقع هناك فيها شعب من يتحمل هذه المسؤولة ذلك هيومن رايس فوتش تقول بعد عشرين سنة تقول من تحمل هذه المصيبة من يدفع الثمن الأكبر والأغلى والأعلى هو الشعب العراقي لأنه يعني هو من دفع وسيدفع كل الثمن فبالتالي كل التطبيقات للعملية السياسية وكل هذا الخراب وكل هذا الفساد يعني يتحمل الشعب العراقي بالتالي المهيئ الوحيد لأن يغير هذه المعادلة هو الشعب العراقي وليس قوى خارجي كل القوى الخارجية إقليمية ودولية يعني متفقة فيما بينها على بقاء هذا النموذج الرث هذا النموذج المدمر المخرب للعراق أن يبقى العراق ضعيفا وهذا بيستفادة إيران مستفيدة في أن العراق ضعيف ويتتمدد والذي هي مشروع للتمدد والسيطرة على المنطقة وأمريكا تريده ضعيف وسيطرة على ثرواته وتقود المنطقة إلى الفوضى وهذا كل جزء من مخططات سياسية رؤى سياسية حققتها أمريكا في احتلالها للعراق وما زال البعض يدعي أنها أخطأت هنا وأفلحت هنا كذب هي أفلحت في كل شيء أفلحت وهذا مخططها هو المطلوب وجاءت بهذه النماذج مخصوصا لكي تنفذ هذا المشروع هؤلاء حمات هذا المشروع المقرب للعراق وبالتالي من يزيل هذا المشروع هو الشعب العراقي فقط هو المؤية لأن كل مخرجات هذه العملية السياسية كل مخرجات الخراب هو من يتحملها وبالتالي لا يمكن لكل أصوات لكل مهما كانوا يريدون أن يبقوا على هذا النظام إذا ما الشعب قرر أن يزيل هذا النظام سيزيله وهو يعني يبدو ماضي في طريق الشعب إلى أن يزيل هذا النظام شكرا في اختام هذه الحلقة من طاولة حوار لم يتبقى لنا لنشكر ضيوفها وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي كان معنا هنا في الستوديو وكان معنا عبر سكايب الدكتور قحطان خفاجي أستاذ العلوم السياسية عبر سكايب كما نشكر أيضا الضيفين لذين كان معنا في مداخلة الدكتور دموند غريب أستاذ العلاقات الدولية المقيم في واشنطن كان أيضا معنا في تسجيل عبر سكايب وأيضا أستاذ هبل فدعم الباحث في الشؤون السياسية كما أشكركم مشاهدين الكرام وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة